تعالوا نشوف روي فيتوريا احكايته مشواره بدأ منين وانتهى لفين أو انتهى لحد لفين لحد ما وصل للمنتخب المصري روي فيتوريا ولد في إبريل عام 1970 عنده 52 سنة بمدينة لوركا ديريديكو غرب البرتغال وبدأ مسيرته الكروية لعيبا في سن مبكرة مع نادي الفريكا خلال مشواره لعيبا شارك في وسط الملعب تنقل بين خمس انداب رتغالية لم ينفس اي منها في درجة اعلى من السلسة وكانت غالبية فتراته مع نادي بيلبرانكو وينسي في منطقة لشبونة واعتزل اللعب في عام 2003 وهو بعمل 33 عام قبل اعتزالوا اللعب بدأ فيتوريا مسيرته التدريبية وتولى قياد فريق نفس الفريق اللي كان بيلعب فيه الذي كان يلعب له لكن في 2004 انتقل تدريب الشباب بنادي بن فيكا ومن هنا كانت بداية انطلاقته التدريبية بدأ فيتوريا في عام 2006 رحلة التنقل بين عدة انداب برتغالية هي فاتيمة وباكوس فريرا وفيتوريا جمارش عمل معا انجاز طبعا نخفز معهم بالكاس وخلال هذه الفترة حقق الدوري الدرجة الثالثة البرتغالي مع فاتيمة عام 2009 وكاس برتغال مع جمارش عام 2013 زي ما اتحرككم يعني منه هو صغير وهو بادئ التدريب كان يتأله وكان يحقق بطولات في عام 2015 عاد المدرب الى بن فيكا من جديد لكن لتدريب الفريق الاول اصحاكم معه نجاحات عديدة حيث طوجة بستة القاف في اربع سنوات هي الدوري البرتغالي مرتين والصغير البرتغالي مرتين وكاس البرتغال مرة وكاس الربطة مرة الخروج الاول لفتوريا بعيدا عن البرتغال كان في 2019 حيث تولى تدريب النصر السعودي وحقق معه لقب الدوري السعودي بعد غياب النصر عن التتويج اربع سنوات كما فاز معه بلقب السوبر السعودي ورحلة في نهاية 2020 لتولى تدريب نادي سبارتاك موسكو والروسي ما عملش ناجحات كتيرة مع سبارتاك موسكو سبق لفتوريا انتوج بجائزة افضل مدرب في الدوري البرتغالي عامي 2016 و2017 كما فاز بجائزة مدرب الشهر في الدوري السعودي ثلاث مرات في مارس واكتوبر 2019 واغسطس 2020 من ابرز النقاط في مسيح فيتوريا التدريبية كانت اثناء تولي تدريب نادي فاتيمة عام 2007 حيث التقى في الدور الثالث بكأس البرتغال مع بورتو حامل لقب الدوري على سكان يقود اقتها جزوال دوفيريرا المدير الفني للزمالك وتمكن رؤي من الفوز عليه برقالات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل هذا كان من ابرز انجازات فيتوريا في بدايته سابق لفيتوريا عن لعب امام جوسي باسيرو المدير الفني الاصبق للنادي الاهلي في تسعة مواجهات فاز في تلاتة وخسر في اربعة وسيطر التعادل على مواجهتين كما لعب امام كارتيرون مدرب الزمالك السابق مرتين في الدوري السعودي وفاز كل مدرب بالمباراة لعب روي فيتوريا امام ريكاردو سوارس مدرب الاهلي الحالي مباراة واحدة في الدوري البرتغالي حيث كان يدرب فيتوريا فريق بن فيكا وسوارس كان يقود فريق شافز وتمكن روي فيتوريا من الفوز تلاتة واحد سي في كبير ومحترم ورائع لمدرب كبير ومدرب رائع كان اختيار اقرب للمثالية المنتخب مصري بصراحة انا متفايل بجدا ان شاء الله تبقى الامور جيدة بالنسبة له زي ما قلت لكم ما هعيد وهكرر المدرب ما بيشتغلش الوحده المدرب بيشتغل بلعبين المدرب بيشتغل بمنظومة منظومة نجحة على مستوى المسابقة الاولى منظومة نجحة على مستوى قطاع الناشئين منظومة نجحة على مستوى الملاعب منظومة نجحة على مستوى عاد المحترفين في الخارج منظومة منظومة كاملة لازم كل ده يكتمل عشان في الآخر نشوف حاجة رائعة لمنتخب مصر